صحيح هو يوم طويل من الهدوء الحذر فوق ضحية بيروت الجنوبية منذ فترة لم نلحظ هدوء كهذا خلال ساعات النهار ولكن طبعا كان هناك أثناء قيام بعد عمال الإنقاذ بإطفاء حرائق في حارة حريك نتيجة الغارات التي حصلت خلالها ساعات المساء انهار مبنى وأدى هذا الانهيار إلى إصابات في صفوف المصعفين عدى ذلك لم يكن هناك أي غراط تذكر للجيش الإسرائيلي فوق ضحية بيروت الجنوبية اليوم ولكن بالطبع مع استمرار تحليق طائرات الاستطلاع والمسيرات فوق ضحية بيروت الجنوبية والاستطلاع فوق كافة المناطق سواء كان في بيروت أو في ضواحيها أو في مناطق جبلية أيضا طبعا الأنظار اليوم تتجه إلى الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن بطلب من فرنسا كان هناك عدد من الاجتماعات أبرزها كان اجتماع رئيس مجلس النواب نبي بر مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للتشاور حول الاتصالات الدائرة بالنسبة لموضوع الجهود الدبلوماسية التي قال رئيس حكومة تصريف الأعمال بأنها تكثفت خلال الساعات الماضية وأيضا تحدث عن اتصالات بين فرنسا وأيضا الولايات المتحدة لإعادة إحياء المبادرة الفرنسية الأمريكية الداعية إلى وقف لإطلاق النار لعدة أيام من أجل التفاوض وربما وصول إلى حل طبعا كان يكرر أيضا موقف لبنان الداعم أو الذي لا يمنع غير الممانع لتطبيق القرار 17-01 خاصة في كان هناك قامة إسرائيل أيضا بتطبيقه هذا كان بالنسبة لكلام السياسي ولكن هناك لا يزال تخوف من قبل اللبنانيين بشكل عام ومن قبل مصادر بأنه حتى الآن المساعي الدبلوماسية تصل إلى حائط مسدود خاصة وأن إسرائيل مصر على إبقاء الاستهدافات في أكثر من منطقة كانت قطالت نازحين يوم أمس وأيضا عناصر في الدفاع المدني اللبناني طيب غنوة حديث وزير الداخلية اليوم بسام مولوي والذي يتحدث فيه عن فكرة أنه يتم التصدي لأي اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة وفيما يتعلق أيضا بمراكز النازحين أنه سيتم استحداث أماكن أخرى للنازحين وأن هناك ضغط كبير في مسألة هذه الوتيرة السريعة من النزوح فيما يتعلق بتفاصيل هذا الأمر ومعالجته غنوة يوم أمس كان هناك إشكال في منطقة عين المريسة بين نازحين يعني قالت القوى الأمنية في بيان عندما صدر بأن هذا الإشكال كان على خلفية بعض الأشخاص الذين قاموا بوضع بسطات أو نوع ما عربات لبيع بعض المواد بشكل غير قانوني لذلك وقع هذا الخلاف بين القوى الأمنية بحسب بيان القوى الأمنية وأيضا الأشخاص الذين حاولوا نصب تلك العربات أو تلك الكيوسك من أجل بيع تلك البضائع ولكن أيضا اليوم الوزير تحدث عن محاولات البعض لبناء غرف من البطون وهذا الأمر أيضا رفضته وزارة الداخلية وتدخلت على أن يكون هناك تأمين للأشخاص الذين لا يزالون يفترشون الطرقات بينهم أيضا عائلات لبنانية ولكن أيضا خلال الأيام الماضية تم ملاحظة بأنه بعض النازحين المحسوبين أيضا على أحزاب قاموا بمحاولة الدخول إلى أبنية وإلى أملاك خاصة إلى فنادق حينها أيضا تدخلت القوى الأمنية أو إلى أبنية خالية أيضا تدخلت القوى الأمنية وعملت على تأمين مراكز إيواء لهم حماية للأملاك الخاصة هناك تخوف كبير من أحداث أمنية داخلية نتيجة هذا النزوح الكبير خاصة وأنه حتى الآن الدولة تحاول افتتاح مراكز إيواء جديدة والتي وصل عددها تقريبا إلى الألف مركز إيواء ولكن حتى الآن معظم تلك المراكز امتلأت بشكل كامل لذلك هناك مخاوف من مشاكل اجتماعية تحدث جراء هذا النزوح وهذه المشاكل لا تقتصر فقط على فترة النزوح بل أيضا هناك تخوف بأن الكارثة الحقيقية ستقع عندما تنتهي الحرب ويتبين حجم الضمار يتبين عدد المنازل التي لا يتمكن للمواطنين والنازحين من العودة إليها سواء في القرى الجنوبية أو في ضاحية بيروت الجنوبية وهنا ستكون أيضا الحكومة والدولة والمؤسسات الرسمية أمام عبء أكبر من أجل إعادة الأعمار